أصعد الله وأوقاتكم بكل خير أعزائي الطلبة وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في منظومة البث القطرية أتمنى أن تكونوا أنتم وعائلاتكم بأتم الصحة وهدات البال نجدد الدروس رحلة اليوم أي درسنا اليوم ضرب الكسور العشرية أتمنى أن تستفيدوا من هذا الدرس لكن قبل أن نبدأ الدرس الرجاء التزود بدفتر حساب لأننا سوف نتدرب خلال الحصة أيضا إذا فضلا وليس أمرا أقلام رصاص أو حبر وأقلام ملونة أتمنى أن يكون درسا مثمرا وناجحا لكن قبل أن نبدأ هيا نتذكر المبنى العشرية للكسور العشرية وماذا نقصد بالكسور العشرية انظروا إلى الشاشة لو أخذنا مثال ضرب الكسور العشرية قبل أن نبدأ بالضرب لو أخذنا العدد أربعة ثماني سبعة واحد ثلاثي أسماء المنازل أحد أحد عشرات و مئات لو نظرنا إلى يمين لاحظوا أن الفاصلة العشرية لأنها مصطلح ومهم جدا أن نعرف الفاصلة العشرية هي في أسفل السطر في أسفل السطر هذه المنزلة أجزاء من عشرة أجزاء من ماء أجزاء من ماء وأجزاء من ألف أجزاء من ألف مرة أخرى أحد عشرات مئات أجزاء من عشرة أجزاء من مئة أجزاء من ألف لو كملنا مئة ألف مئة ألف أجزاء من مليون. الآن القيمة. القيمة العددية. القيمة هنا سأضع القيمة الرقم. قيمة الرقم. قيمة الرقم. لو نضعنا إلى القيمة. هنا القيمة 200. قيمة هنا 40. وهنا القيمة 80. هنا القيمة 17. سبع أجزاء من عشرة. هنا القيمة واحد من مي. هنا القيمة ثلاث من ألف. ثلاث أجزاء من ألف. مهم أن نلاحظ هذا المبنى يساعدنا كثيرا في فهم الموضوع. انظروا أيضا إلى الشاشة ستساعدكم. الآن نبدأ لفهم الكسور العشرية. لو سئلت هذا السؤال. أي جزء. أي جزء يمثل اللون الأحمر. أي جزء يمثل اللون الأحمر. وعشرة من مية. عشرة من مية. نمثل انه آآ آآ القيمة عشرة من مية. عشرة من مية. لاحظوا. عشرة أجزاء من مية. أي عشر ممكن أن أكتب. أي جزء من الشكل يمثل اللون الأزرق. اللون اللون الأزرق يمثل ثلاثين من مية. ثلاثين. اللون الأزرق ثلاثين جزء من مية جزء. ثلاثين جزء من مية جزء. أيضا. اللون الأحمر ماذا يمثل لدينا عشرة وعشرين ثلاثين أربعين, خمسين. وحشرين ثلاثين. أربعين خمسين. 45 بالمئة. هذا اللون الأحمر. اكتب 45 بالمئة, هكذا. 45 بالمئة. 50 جزء من 100. الآن أي جزء يمثل اللون الأزرق. 3 6 9 12 15 15 بالمئة. اكتب 15 بالمئة هكذا أنتم تستطيعون كتابة أيضا تمرين وتدرب على هذا النوع من الأسئلة الآن ما الذي نعرفه من قبل بضرب الكسور العشرية لو لاحظنا ضرب أحد العوامل عشرة أحد العوامل عشرة والعامل الثاني كسر عشرية هيا نتدرب على هذا النمط من الكسور على هذا النمط من الكسور أحد العوامل ماذا يميز هذه التمارين أن أحد العوامل أحد العوامل عشرة والعامل الآخر والعامل الآخر كسر لو ضربنا عشرة في تسع عشار عشرة في تسع عشار لاحظنا أن التمرين تسعة لو ضربنا لو ضربنا لو ضربنا عشرة في تسع عشار يساوي تسع لنلاحظ عشرة في ثمن عشار يساوي ثماني عشرة في ثلاث عشار يساوي ثلاثي الآن لو نفذنا قانون التبادل أيضا خمس خمس عشار خمس عشار خمس عشار في عشرة يساوي خمس وأربع عشار في عشرة يساوي أربع ماذا نلاحظ من هذه التمارين ماذا نلاحظ من هذه التمارين إذا ضربنا في أحد العوامل عشرة والعامل الآخر كسر عشري تسع عشار تحركت الفاصل العشرية إلى اليمين خطوة واحدة تحرك هو بالأساس الفاصل العشرية لا تتحرك ولكن نحن نقول مجازا أن تتحرك الفاصل العشرية إنما يتحرك الأرقام تسع عشرة في ثمان عشر ثماني عشرة في ثلاث عشر ثلاث فإذاك إذا ضربنا في قوى العشرة تتحرك الفاصل العشرية منزل واحدة إلى اليمين إلى اليمين تسع عمليا تسع عمليا لو كان لدينا هنا لو كان لدينا هنا بقي التمرين هكذا هكذا هذا السفر يجد له قيمة يبقى الجواب 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 كانت هنا تتحرك منزلتين إذا يصبح الجواب سبع طعش يصبح الجواب سبع طعش نأخذ أيضا مثال آخر ماذا يحدث لو كان لدينا مية في أربع عشر مية ضرب أربع عشر في هذه الحالة مية تتحرك الفاصل العشرية منزلتين يصبح لدينا بما أنه لدينا منزل واحدة نضع السفر ويصبح لدينا أربعين قديش؟ أربعين كم أربعين؟ فاليوم قوة العشرة يجب أن قوة العشرة تضربها في تحريك في عدد الأصفار سفرين تتحرك في حالة أنه لدينا سفر هنا من هنا نحط سفر لأن السفر وضيفة السفر وحافظ للمنزلة في هذه الحالة حافظ للمنزلة من وظائف السفر أن يحفظ لنا المنزلة مثلا مثلا عندما نقول ثلاثمائة وأربعة ثلاثمائة وما وضيفة السفر في المبنى يعني هو حافظ للمنزلة يحافظ على المنزلة أيضا هنا يجب أن أضع سفر هنا يجب أن تحرك منزلتين فلذلك يجب أن أحط سفر فيصبح لدينا أربعين أربعين الآن أيضا أيضا لنفهم أيضا لا أريد فقط تعليم بشكل ميكانيكي ولكن ولكن أيضا يجب أن نفهم ما معنى ما معنى عملية الضرب عندما نقول أربع عشر في مي أربع عشر في مي هنا المعنى أربع عشر المي أربع عشر المي أربع عشر المي هذا المفهوم لهذه التماري الآن نستمر الآن سنتعلم عن ضرب أعداد عشرية ماذا لو كان أحد العوامل أو العاملين ليس من قوى العشرة لأن ما الآن أخذناه هو هو أحد العوامل من قوى العشرة الآن لا نريد من قوى العشرة ماذا يحدث لدينا لو كان مثال ثلاث عشر في سبع عشر ثلاث عشر ثلاث عشر في سبع عشر ماذا يحدث الآن ليس لدينا من قوى العشرة ليس لدينا من قوى العشرة ماذا نفعل ننظر إلى العدد في العدد 13 يوجد رقم 1 بعد النقطة العشرية أيضا هنا النقطة العشرية مهم أن نفهم هذا المصطلح النقطة العشرية هذا 13 و 17 17 يوجد رقم 1 في العدد 21 الآن الحل موجود لدينا نقطة الآن أعطي الطريقة أحل التمرين وكأنه لا يوجد لدينا فاصل عشرية يعني أحل ثلاثة في سبعة ثلاثة في سبعة وكأنه لأنه هنا تطلع هذه الصورة وكأنه في هذه الصورة هكذا لو محيت الفاصل عشرية هذا العدد يقرأ ثلاثة يقرأ سبعة إذن ثلاثة في سبعة يساوي 21 عمليا هنا كبرت الثلاث عشر عشر مرات كبرت السبعة عشر مرات كبرت عشر مرات إذن الآن كبرت عشر وكبرت عشر كبرت أنا ببيبيت مرات 21 إذن أنا الآن الجواب لاحظ بعد على يمين الفاصل عشرية على يمين الفاصل عشرية منزلي منزلتين إذن أحرك الآن واحد اثنين واحد اثنين وأصير عندي 21 في المنية 21 في المنية 21 واحد اثنين إذن فاصل عشرية بدي تسكن هون لأنه بدي زغره كمان مرة مئة مرة مرة أخرى أعيد أزيل الفاصل وكأنه اطلع العدد وكأنه فيش فاصل عشرية أصبح إيش ثلاثة ثلاثة سفر سبعة 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 كبرت هذا عشر مرات كبرت هذا عشر مرات صار عندي ثلاثة في سبعة يساوي 21 الآن كم منزلي لدي على يمين الفاصلة واحد اثنين بعد واحد اثنين وأضع الفاصل عشرية كما هو مرة يجب أن نضع هنا سفر ليحافظ على منزلة الأحد ليحافظ على منزلة الأحد إذن يصبح لدي الجواب 21 21 في المنية 21 جزء في المنية 21 جزء من مين 21 جزء من مين نستمر الآن أيضا عندما نضرب كسور عشرية الآن القاعدة نضرب كما نضرب العداد الصحيحة وكأنه فيش نقطة عشرية لدينا عدد الأماكن بعد النقطة العشرية في نتيجة حاصل الضرب هو مجموعة عدد الأماكن بعد النقطة العشرية في العداد المضربة في التمرين كما أسلفت في هذا المثال عندي طلع 21 على يمين الفاصلة العشرية عندي سبعة على يمين الفاصلة العشرية عندي ثلاثة عدد المنازل واحد اثنين إذن بعد واحد اثنين وأضع الفاصلة العشرية وأضع الفاصلة العشرية أيضا نتدرب ماذا يحدث الآن لو كان لدي في العام الأول 68 و 13 و 14 أيضا مثال آخر أيضا مثال آخر آخر ماذا يحدث في هذه الحالة لدينا 68 68 و 65 ضرب 4 و 13 من المهم جدا أن نقدر العدد قبل أن نبدأ 68 و 15 نحن نرغب أن الـ 15 هي نص و 4 و 13 تقدير يعني لو أن قربنا هذا للـ 70 و هذا قربنا للـ 4 سبعين في أربعة يعني سبعين في أربعة بدي يكون حوالين العدد 280 أكثر الأقل مهم جدا عمليتي التقدير أعرف وين أنا موجود حوالين وين بدي يكون حواصل الضرب الآن كيف نحل؟ كما قلنا وكأنه من حل العدد وكأنه الفاصل العشيه غير موجودة وكأنه الفاصل العشيه غير موجودة أصبح لدينا 685 ضرب 43 وكأنه الفاصل العشيه غير موجودة لأن هاي المدى احنا تعلمناها قانون التوزيق وانا تعلمناها في صف الرابع ونعرف نظر مع أنه في عندنا اليوم آله حاسبه بنظر استعمالها لكن هاي العملية مهم جدا أنه قل طالب يكون يعرفها فلذلك كمان مرة كيف رتبت التمرين 685 وكأنه فيش فاصل العشيه وكأن الفاصل العشيه اختفت لبرها أربعة وثلاث عشري بتصل ثلاث وارحيه الآن تعليم قانون التوزيع من حلة ثلاثي في خمسي ثلاثي بحلة ثلاثي في خمسي خمستاش خمسي باليد واحد ثلاثي في ثماني أربعة وعشرين وواحد خمس وعشرين ثلاثي في ستة ثمنتعش واثنين عشرين الآن حتى ما أتخل بط أنا بشطب الأعداد الآن بضع هون سفر الآن أربعة في خمسي عشرين أربعة في خمسي عشرين أربعة في ثمانية ثنين وثلاثين واثنين أربعة وثلاثين أربعة في ستة أربعة وثلاثي سبعة وعشرين أجمع حاصل لدي الضرب لدي خمسة خمسة أربعة تسعة اثنين ألفين طلع معاي تسعة وعشرين ألف هل لاحظ هاي فاصلة قراءة المنازل تسعة وعشرين ألف واربعملية وخمسة وخمسين بنقل التمرين كما هو اثنين تسعة أربعة خمسة خمسة الأن بعد واحد واحد اثنين واحد اثنين بعد واحد اثنين وأضع الفاصلة العشرين وأضع الفاصلة العشرين الجواب ميتين واربعة وتسعين وخمسة وخمسين في المين هل هذا الإشي منطق؟ نعم لأنه كما أسلفت تقريبا سبعين واربعة يطلع ميتين وثمانين إذن الجواب ماله صحيح الجواب ماله صحيح آمن أن تنفذوا أيضا هذا التمرين أو تمرين تكتبوا تمرين على غرارها على غرارها أكرر مرة أخرى ماذا فعل؟ ستمية وخمسة وثمانين خطة دون الفاصلة العشرين ثلاثة واربعين دون الفاصلة العشرين ضربت هن مع بعض ضربت نفت عملية الضرب المادة اللي تعلمناها بصفة الرابع ونقلت التمرين لهون عديت أكم على يمين الفاصلة العشرين كم رقم واحد كم رقم اثنين واحد اثنين ووضعت الفاصلة العشرين وضعت الفاصلة العشرين نستمر الآن لو سمحتوا فضلا فضلا خذوا دقيقتين جربوا حلوا هذا التمرين ثلاثة وستعاش في المية في ستي وسبع عشر جربوا حلوا هذا التمرين معاك ودقيقتين اتفضلوا 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 هلا أحبتي أتمنى أن تكونوا قد حللتم هذا التمرين أنا أعطيكم إياه كمان كمثال من حلو ثلاثي لدينا ثلاثي وستعاش في المية في ستة وسبع عشر ثلاثي وستعاش في المية في ستة وسبع عشر كما أسلفت نأخذ ثلاثمية وستعاش وكأن الفاصل العشرية مش موجودة في سبعة وستة الآن سبعة في ستة اثنين واربعين سبعة في واحد سبعة واربعة يساوي احداش سبعة في ثلاثي واحد وعشرين واحد اثنين وعشرين سفر حتى ما ننسى نشط باليد حتى ما نتخلبط الآن دور الستة ستة في ستة ستة وثلاثين ستة في واحد ستة وثلاثي تسعة ستة في ثلاثي يساوي ثمنطاش نجمع حاصل أي الضرب اثنين زائد سفر يساوي اثنين واحد وستة سبعة اثنين وتسعة احداش عشر وواحد احداش يساوي اثنين أنقل التمرين أنقل حاصل الضرب هول أنقل حاصل الضرب هول اثنين واحد واحد سبعة اثنين الآن بعد كم رقم على يمين الفاصلي واحد اثنين وواحد بصير ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة بعد أبدأ لاحظوا من هون واحد اثنين ثلاثة الجواب واحد وعشرين ومية واثنين وسبعين في الألف واحد وعشرين ومية واثنين وسبعين في الألف كمان مرة أقرأ 21 أو 172 بالألف هل هذا منطقي 21 نعم ثلاثة في ستة ثمنتعش وعندي هون ديكون أكبر من ثمنتعش عندي سبع عشر وعندي ستة عشر في المية إذن الجواب تمام كمان بالتقدير بيكون بالمنطقي في حصل الضرب يوجد كم عدد بعد النقطة العشرية ثلاثة اللي جاء بثلاثة واحد اثنين كمان مرة ثلاثة طلاب السوادس انتو طلاب كثير ممتزين وروعة وحتى بعد اللي مشاهدت تستطيعوا انتو تتدربوا وتفحصوا في الآلي الحاسبي الآن مهم جدا في معلمة أنا سمعتها شو بتقول قالت المعلمة في معلمة كتير كتير ممتازة أغلب المعلمات ممتزات المعلمات كثير ممتزات قالت المعلمة دون أن نحسب نتيجة التمرين أربعة وتسع أعشار بدون ما قالت المعلمة أربعة وتسع عشار في ثلاثة وخمس أعشار بدون ما أحسب أنا أعرف أنه النتيجة أكبر من اتناش وأصغر من عشرين قالت هو محصورة هناك الجواب الآن بهمناش هنا الجواب بدناش ننفذ عملية حسابية بس كيف كيف يمكن أن نعرف هل ممكن أن نعرف نعم الآن أنا بدي أشرح لماذا كيف يمكن أن نعرف إذا منأخذ أربعة وسبع عشر منقربها للخمسة هون نفرض أكبر إيش ممكن قربه خمسة في أربعة عشرين مع أنه كبرنا وكبرنا يساوي إيش عشرين بس بما أنه هون أقل من خمسة وهون أقل من أربعة فإذلك الجواب أكيد بدي يكون الجواب أكيد بدي يكون أقل من عشرين الآن لو أخذنا هذا الآن حطنا أربعة وحطينا هون قربنا للثلاثة أصغر ما يمكن لو قمنا الكسور العشرية بدي يطلع عنا إيش اتناش يعني هون أخذنا قربنا للأكبر أربعة و تسع عشر صارت خمسة وهون صارت أربعة اعطيناها خمسة عشر شو صار عندي هون أربعة أربعة هون صار عندي خمسة فذلك أكبر حاصل ضربه عشرين لو قمنا الكسور العشرين مسكنا التسع عشر وقمناها خليناها أربعة والثلاثة قمنا الخمسة عشر خليناها ثلاثة شو يساوي اتناش فلذلك الجواب محصور بدي يكون أكيد مؤكد أكبر من اتناش وأصغر من من عشرين فذلك أنا بقدر بدون أن أن أنفذ العمليات الحسبي أعرف حول أي عدد موجود التمرين الآن حاصل الضرب حاصل الضرب ثلاثة وعشر أقرب إلى أقرب إلى في عندي أربع إمكانيات أنا حقيقة قررت أن أعطي هذه النوعية من الأسئلة لأن هذه الأسئلة تأتي في امتحانات إنهاء المرحل الابتدائي ومن المهم بمكان أن تأخذوا هذه التمرين وتتدربوا على غرار هذه التمرين الآن أعطاني ثلاثة إمكانيات ثلاثة ثلاثين وعشر ثلاثين وعشر في سبع سبعة وتسعين في المية الآن أعطاني ثلاثة إمكانيات قل لي هل هذا التمرين ممكن يكون هيك إذا منيجي عليه ثلاثة وثلاثين وعطاني كمان ثلاث تلاف هاي الإمكانيات الآن أي أي إمكانية إحنا نختار أي تمرين صحيح الآن ثلاثين لو قمنا إحنا العشر وهون عنا سبعة وتسعين في المية هو قريب للواحد ناقص ثلاثة في المية قريب للواحد يعني وكأنه ثلاثين في واحد شو بدي يطلع إذن الإجابة الصحيحة هي ثلاثين الإجابة الصحيحة هي ثلاثين لماذا؟ لأنه لو أزلنا العشر بيطلع عنا ثلاثين والسبعة وتسعين في المية أقرب ما قريب جدا من الواحد صحيح فذلك الإجابة الإجابة ثلاثين لا يمكن أن يكون ثلاث تلاف وإنت بيكون عندي ثلاث تلاف إذا أنا ثلاث تلاف هم بحط مية بعيد كثير كمان هنا بدون ثلاث من ألف بعيد كثير وثلاث تلاف بعيد وثلاث بعيد فلذلك الإجابة الصحية العدد الأقرب هو إيش ثلاثين ممتازين الآن نوعية أخرى من الأسئلة بكم يجب أن نضرب أربعمائة وستة وخمسين في الألف للحصول على خمس واربعين وستة عشر الآن هذا النمط من الأسئلة أولا يجب أن أبني قالب أو تمرين تمرين ملائم لهذا التمرين كم يجب أن نضرب عند العدد كم يجب أن نضرب أربعمائة وستة وخمسين للحصول في إيش للحصول على خمس واربعين وستة عشر الآن نلاحظ أن الأرقام نفس الأرقام الحركة وين صارت في الفاصل العشرية أربعة وخمس وستة عندي أربعة وخمس وستة الآن تحركت لاحظوا تحركت الفاصل العشرية منزلتين قديش تحركت إلى اليمين واحد اثنين خاصة عندما نضرب في قوى العشرة زي ما بلشت فلذلك بما أنه إحنا منشوف أنه تحركت هاي الفاصل العشرية كانت هون تحركت صارت هون فلذلك تحركت يميناً فلذلك أنا بدي أضرب في مية كذا أضرب في مية تحركت عدد الأصفال اثنين فلذلك تحركت منزلتين إذن يجب أن أضرب هذا العدد أربعمائة وستة وخمسين في الألف في مية نحصل على خمس واربعين وستة عشر الآن أيضاً سؤال آخر نفسه من ندور على العامل فيها يجب أن نضرب أن نضرب لاحظوا هذا العدد نحن لم نتدرب في هذا الدرس كفاية ولكن نلاحظ أنه نفس العداد في كم حتى نحصل على 13 حتى نحصل على 13% 13% لاحظوا الفاصل العشرية في 13% مية هنا على شمال الواحد يعني بديكون عندي 13% تقعد هون مصبوط تقعد هون يعني عملياً قاعدة تحركتي كم منزلي ألف إذا لذلك أنا بدي أضرب إيش في ألف في ذلك في ألف إذا بنضرب 13 من عشر تلاف أجزاء من عشرة أجزاء من مية أجزاء من ألف أجزاء من عشر تلاف أجزاء من مئة ألف 13 من مئة ألف نحركها ألف ننضربها في إيش في ألف الآن الإدراك العددي وتمييز النتائج بدون ما نحسب بدون ما نحسب أي عدد إسا بدناش نحسب فقط في التقدير فقط بالتقدير نعرف أي تمرين هو ملائم اعطوني دقيقة حتى أنسخ أنا التمرين كما على اللوح ولي نحل هذا التمرين حتى نحل هذا التمرين متأسف على إنه الخط مش هل قدي لأنه اللوح عندي عمال يرقص ويغني على دلعونة بس إحنا بنقدر نحله موجود لدي خمسين كمان في خمسين في أربعة وعشرين أربعة وعشرين في المئة ولدي متين وسبعة واربعين في 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 سفر آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ مية و ثمانية و أحد بالمية. الآن، تقريبا أنا بدي أبدأ بلش أحل بالمنطق handheld grammar فهم. مية وUB4 و خمسين في ثمن ثمانية و أربعين في المية. ثمانية و أربعين في المية هي قريبة من الخمسين في المية، يعني قريبة من النص يعني نص المية و أربع و خمسين ، منص المية خمسين نص الـ 50 و 25 و 2 25 و 50 و 75 تقريباً بالـ 77 وين في عندي عدد قريب من الـ 77 وين قريب عندي أنا عدد من قريب عندي من الـ 77 بس ديكون أقل شوي هذا اللي نفحص هال العدد ها بدي طلاع عندي هون 50 في 24 24 في المية هي تقديرها 24 في المية هي التقدير تبعها ربع يعني 25 في المية هي ربع ربع الـ 50 بدي يجي حوالين وين حوالين 12 لأنه 48 هي ربع تمام أقل شوي بدي يجي عندي هيك 247 في 23 كما أسلفت 23 هي تقريباً 25 في المية 25 في المية يعني 50 50 ربع الـ 250 وربع الـ 40 10 50 50 50 60 60 200 بدي يجي عنا 25 في المية 23 في المية كما مرة منشوف إذا بدي يجي هذا التمرين الملائم له 56 و 81 في المية 34 في 247 في المية يعني تقريباً ثلث هذا التمرين تقريباً ثلث 243 وثمانين وهيك حلينا التمرين لا داعي هاي النوعي التمرين فقط على الحس العددي فقط على التقدير فقط على التقدير دون الإيجابة افحص هذا التمرين إذا صح ولا غلط لدى كمان مسائل كلامية لا يمكن أن نمرق على الكسور العشرية بدون أن نحل مسائل كلامية واحد من هذه المسائل لدى الدهان 20 لتر دهان استعمل كل ساعة 2.5 لتر وأنهى عمله بعد خمس ساعات كم لتر من الدهان لاحظوا بقي لديه بقي لديه بيّن طريقة الحل واحد من طرق الحل إما أنا بعمل السؤال مش قديش استعمل بقي لديه يعني هو أنا في عنا بعدنا نشوف قديش استعمل ونشوف قديش بقي لديه فلذلك بالأول بعمل من الشكل هو عنده الحل للتمرين في مسألة واحدة في مسألة واحدة هو عنده 20 ناقص خمسة في اثنين وخمس اعشار إذا بتكوا تحلوها شفعي بالتبصر العددي خمسة في اثنين عشرة وخمسة في نص اثنين ونص يعني بطلع عندي اثناش ونص عشرين ناقص اثناش وخمس اعشار يساوي سبعة وخمس اعشار هذا بقي لديه بقي لديه مش قديش استعمل قديش استعمل خمسة في اثنين ونص ومسألني كم علبة من الدهام بقي لديه هذه الطريقة ايضا طول طبع بريد اربعة وعشرين سنتيمتر وعرضه ثلاث وخمس اعشار جدو المساحة هون بدنا نلاقي المساحة ايضا باستعمال المساحة فلابد ان نضرب الطول في العرض الطول في العرض عندي اربعة واثنين عشر سنتيمتر وعندي ثلاث وخمس اعشار السنتيمتر اذا كما اسلفنا نضرب اثنين واربعين في خمس وثلاثين فلذلك خمس في اثنين عشرة خمس في اربعة عشرين وواحد واحد وعشرين سفر حتى ما ننسى ثلاث في اثنين ستة ثلاث في اربعة يساوي اتناعش فلذلك سفر سبعة اربعة واحد انقل التمرين هنا اربعة وعشرين في ثلاث وخمس اعشار يساوي واحد اربعة سبعة سفر واحد واثنين واحد اثنين اربعة عشر سنتيمتر مربع افحص هالمنطقي اربعة اربع مرات ثلاثة او ثلاثة وخمس اعشار هي اربعة عشر والعشرين نص مرة سبعة عشر فلذلك الجواب منطقي وابو المنطقي صحيح جدا جدا الان حبايبي اه في ضرب الكسور العشرية اول شغل يقدروا الجواد بالتقدير مش شرط يكون الجواب تمام التمام بالتقدير زي ما هون قدرت اربعة وعشرين بدي يكون حوالين اربعة في ثلاثة يعرف انه اتناش بس انا عندي هون اكثر هون عندي اكثر من اربعة هون عندي اكثر من اربعة اول شغل تتعرف انت حوالين وين بدي يكون الجواب بالتقدير بالمنطق لانه مهارة التقدير مهمة للغاية مش كل الوقت انا معاي قلم وورقة وحسبها وقالي حاسبي فلذلك انا بدي نعرف من ناحية ادركية حوالين وين بيكون التمرين بعدين ننفذ عملية الضرب وكأنه لا يوجد نقاط عشرية من قيم للمنازل العشرية بعدين نجمع عدد المنازل العشرية في العاملين ثم عدو ذات عد المنازل العشرية في حاصل الضرب عندي واحد ثنين واحد ثنين عديت واحد ثنين واحد اثنين ووضعت الفاصل العشري قارنوا الجواب مع تقديركم احنا طلبت انكم قدروا قدر الجواب اذا صح ولا غلط اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس يمكنكم التدرب انتم اكتبوا تمرين مع فواصل العشري مثال اربعة وثلاث عشر خمسة وثمان عشر نفذوها وافحصوا بالآلة الحاسبة شكرا لكم على مشاهدة البث اتمنى ان تكونوا انتم وعائلاتكم في اتم الصحة وهدات البال حافظوا على انفسكم من اجلكم ومن اجلنا انتم مهمين للغاية لنا شكرا لكم والسلام عليكم في دروس قادمة شكرا لكم